موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من الواقع العربية التي نصلت خلالها الضوء على دور المنظمات غير الحكومية في فلسطين والجدل حول مدى تأثير تمويل الأجنبي في عملها تعمل في الأراضي الفلسطينية نحو 2800 منظمة غير حكومية تقدم الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية للمجتمع الفلسطيني بينما يختص بعضها الآخر في تعزيز برامج حقوق الإزان والبرأة والتنمية وغيرها من المجالات وفي حين ارتبط دور كثير من تلك المنظمات بالعمل الوطني قبل توقيع اتفاق أوسلو شهد دورها منعطفا بعد ذلك حيث أثار تمويل تلك المنظمات من جهات أجنبية جدلا داخل المجتمع في وقت حاولت فيه الجهات الممويلة فرض أجندتها وشروطها عليها نرصد أبعاد ودور المنظمات غير الحكومية في المجتمع الفلسطيني ومدى تأثيره بالمناخ السياسي على الساحتين الفلسطينية والدولية ولكن نتابع أولا هذا التقرير في الموضوع مع توالي الثورات والنكبات التي مرت بها فلسطين منذ عقود من الزمن برزت الحاجة لدور مؤسسات العمل الأهلية في التعامل مع إفرازات الاحتلال فجاءت مساهمة تلك المؤسسات في تقديم الإغاثة للاجئين والرعاية للأيتام وتوفير خدمات الصحة والتعليم والزراعة للمجتمع الفلسطيني مع ستينيات القرن الماضي لم يتجاوز عدد تلك المؤسسات العشرات لكن عددها تضعف عدة مرات خلال سنوات السبعينات وثمانينات القرن الماضي لتنتقل من الدور الإغاثية إلى العمل على لعب دور حيوي في دعم صمود الفلسطينيين من أجل التحرر الوطنية فغياب مؤسسات رسمية أو حكومية في المجتمع الفلسطيني نظرا لعدم تبلور كيان سياسي واضح على أرض الواقع كان يتطلب بديلا قامت به المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وأسست الأحزاب السياسية المختلفة أعدادا من المنظمات التي باتت أذرعا لها تعمل في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني وفي العام 1993 تم التوقيع على اتفاق أوسلو الذي شكل منعطفا حيويا في دور المنظمات غير الحكومية وعلاقتها مع المؤسسات الرسمية التي بدأت العمل مع إقامة السلطة فقدت العديد من المنظمات غير الحكومية قاعدتها الجماهيرية التي التسقت بها على مدى عقود ومع مرور الوقت أيضا ضعفت علاقة تلك المنظمات مع الأحزاب السياسية التي تراجع هي الأخرى تأثيرها في المجتمع وجعل الكثيرين يعزفون عن الأحزاب السياسية وهنا بدأ يبرز تأثير الجهات الممولة وشروطها في فرض الأجندة في بعض الأحيان على مؤسسات العمل الأهلي مستغلة الأوضاع المعيشية للفلسطينيين تحت الاحتلال وحاجة تلك المؤسسات لتقديم خدمات مجتمعية للتخفيف على الأقل من تأثيرات تلك الأوضاع فالممول الأجنبي لم يبدي حماسا في تمويل مؤسسات تدعم العمل الوطني وذهب بعض الممولين إلى فرض شروط تلزم تلك المنظمات بالتوقيع على وثيقة نبذ ما يسمى الإرهاب على رأسها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ويعد الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أوروبية أخرى الممول الأكبر للمنظمات غير الحكومية وينصب دعمه على القطاع الزراعي إلى جانب دعمه لمشاريع التنمية والمرأة والتثقيف لكن دور المنظمات غير الحكومية ظل حيويا وفاعلا خاصة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية كالمناطق المصنفة جيمة وهي تلك الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفي مدينة القدس وعملت العديد من تلك المؤسسات وبدعم من مؤسسات التضامن الأجنبي في مجال مواجهة الاستيطان والتصدي لمصادرة الأراضي وفي المناطق الخادعة لسيطرة السلطة استطعت المنظمات غير الحكومية أن تقيم علاقات من الشراكة مع الحكومة أحيانا كما هو الحال في مجالات الصحة والزراعة فيما بدت العلاقة تنافسية ومحل عدم ثقة في أحيان أخرى ولعل الحاجة إلى التمويل الخارجي غذت تلك العلاقة التنافسية بين الجانبين تقول إحصاءات رسمية أن عدد المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية يتجاوز 2800 مؤسسة أما الفاعلة منها في المجتمع فلا يتجاوز عددها 800 منظمة جدل قد يبقى قائما بشأن دور المنظمات غير الحكومية لكنه لا يمكن أن يلغي الحاجة إليها في مجتمع ما زال يصارع من أجل التحرر من الاحتلال ويخطؤ لخطواته نحو بناء الدولة شيرين أبو عقل الجزيرة رام الله ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا من رام الله الدكتور صلاح حفظ الجواد أستاذ العلم السياسية في جامعة برزيت مرحبا بك دكتور دكتور بداية لو نحدد منهجيا نقاشنا اليوم نتحدث بداية عن أدوار ثم البعد السياسي ثم الجانب التمويلي لو بدأنا بالحديث عن المجالات والقطاعات التي تركز فيها عمل هذه المنظمات غير الحكومية في الضفة والقطاع ما هي هذه الأنشطة والمجالات التي تعمل فيها هذه المنظمات؟ يعني هي الحقيقة تعمل في مجالات متنوعة وعديد خصوصا في مجال الصحة بشكل كبير في مجال التعليم في مجال الزراعة في مجال خدمات الإيغاثة في التدريب في مجالات لا حصرة لها الحقيقة وهذا بسبب أنه يعني هو يعني انتشار المنظمات الأهلية أو غير الحكومية هو تعبير في الواقع عن فشل الدولة إذا بدك في توفير مقومات التغيير الاجتماعي والتنمية لذلك هي من جانب تشكل بديل في مواجهة تقصير الدولة أو خلينا نقول عجزها لظروف موضوعية ولا يمكن أيضا وضع كل المنظمات الحكومية كما يتم بالعادة في الجدل الدائر بشأنها في نفس الصندوق يعني هناك منظمات تختلف حتى في دورها الوطنية أو بالنسبة لتطبيقها أو تقيدها بالأجندات السياسية ما مدى فاعلية هذه الأدوار التي تقوم بها هذه المنظمة سواء في دعم الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال في الضفة أو في دعم أهالي قطاع غزة في محنتهم هو يعني مهم ممكن حتى عشان نشرح هذا الدور نشوف لماذا بالأصل قامت هذه المنظمات يعني نحن نلاحظ مثلا أنه في العهد العثماني كان بجوز في عدة جمعيات على عدد أصابع اليد الواحد في عهد الانتداب زاد هذا العدد ولكن بعد عام سبعة وستين بدأ العدد بالتزايد بشكل ملحوظ والسبب في ذلك أن الاحتلال حطم طبعا سلطة الدولة الأردنية التي كانت موجودة في الضفة الغربية والإدارة المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة ولذلك ظهرت هناك الحاجة لإيجاد مؤسسات تقوم ببعض الأعباء التي كانت تقوم بها هذه الدولة يعني مثلا بعد السبعة وستين مباشرة نشطت في رام الله والبيرة خلينا نقول جمعية عاش الأسرة التي كانت تقوم بغاثة وكانت تقوم بتدريب أبناء الفلاحين والفلاحات في تطويرهم بشكل رائع وممتاز الآن في الانتفاضة الأولى وخلال الهجمة إذن خلينا نقول في عهد الاحتلال بدأ تنامي نتيجة أن الاحتلال ضرب مؤسسات الدولة وضرب كل المؤسسات السياسية التي لم تعد شرعية وذلك المنظمات الأهلية أو الغير الحكومية كانت هي خلينا نقول الرد الفلسطيني كبديل عن هذا الغياب في الانتفاضة الأولى ظهرت حاجة أيضا لمنظمات حقوق الإنسان لمتابعة في مواجهة الحملة الشريسة وكان دورها أيضا فعال وبعد مجيء السلطة تغير هذا الدور يعني ضلت فيه هناك منظمات لحقوق الإنسان ولكن عددها من النسبة الكلية كان محدودا وأصبحت تهتم في مجالات لم تستطع السلطة لأسباب إما خلينا نقول تقصير ذاتي أو لأسباب موضوعية أن تقوم وإذا لك دورها هذه النقطة سنفصل فيها دكتور دكتور هذه النقطة سنفصل فيها ولكن دعني أبقى في الجانب التاريخي ما دمت جيت على السرد التاريخي للأبعاد التاريخية لظهور هذه المنظمات نتوقف لرصد التطور التاريخي لظهورها ودورها في فلسطين وأعداد هذه المنظمات وكيف تأثرت بالمراحل المختلفة للقضية الفلسطينية مع تقرير الزميلة مريم أبيش لعبت الجمعية غير الحكومية دورا في الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني وكانت الجمعية المسيحية والإسلامية حاضنة لذلك الدور منذ عام الف وتسعمائة وثمانية عشر في عام الف وتسعمائة وستة وستين بلغ عدد المنظمات غير الحكومية سبعا وسبعين منظمة شهدت فترة السبعينيات خاصة بعد انعقاد قمة الرباط في الف وتسعمائة واربعة وسبعين التي أعلنت فيها منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني شهدت تحسنا ملحوظا على صعيد تنظيم العمل الأهلية الفلسطيني وقد عملت منظمة التحرير على إنشاء العديد من الاتحادات واللجان التطوعية بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام اثنين وثمانين اتخذت المنظمات حينها شعار التنمية من أجل السمود في إشارة واضحة إلى مزج العمل الوطني بالتنموي تضعف العدد ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى أكثر من مائتي مؤسسة في الضفة الغربية عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وانتقلت المؤسسات من العمل الإغاثي إلى لعب دور حيوي في دعم سمود الفلسطينيين والعمل من أجل التحرر الوطني بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بدأت هذه المنظمات غير الحكومية العمل على التحضير لبناء الدولة والاستقلال ولكن بعد إعلان اتفاق أصل عام ثلاثة وتسعين وإنشاء السلطة الفلسطينية اختلفت ملامح هذه المنظمات غير الحكومية تماما وانتقلت من العمل في التأثير السياسي إلى العمل في التأثير السياسي التقني ما جعلها تصبح عرضة لتأثير الأجندات الأجنبية عليها عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين بلغ عدد المنظمات غير الحكومية أربعمائة وثمانين منظمة وقد ساعدت في صياغة القوانين وتأهيل العاملين في المؤسسات الحكومية يقدر عدد المنظمات في الوقت الراهن بنحو ألفين وثمانمائة بيد أن الفاعل منها أقل من ثلث هذا الرقم بكثير نوصل لنقاش مع ضيفنا من راملات دكتور صالح عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة برسي دكتور قبل التقرير كنت تتحدث عن تأثر أدوار هذه المنظمات بالمفاصل التاريخية في القضية الفلسطينية وصرت أدوارها ما قبل وما بعد اتفاق أصله وهنا أسأل كيف هو واقع علاقات هذه المنظمات بالقوى السياسية الفلسطينية ثم بسلطة الفلسطينية يعني هي منذ البداية ولادة يعني كما ذكر التقرير مثلا بالنسبة للجمعيات الإسلامية المسيحية التي شكلت في عام نهاية 1918 ومطلع 1919 يعني كان من البداية هناك دور سياسي وكان المقصود من حتى هذا الاسم إسلامية مسيحية قصة إبراز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوي وأيضا يعني الحقيقة موضوع تأسيس المؤسسات لم يكن بعد قيام منظمة بعد اختيار منظمة تحرير أو تفويض منظمة تحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في الرباط استغرق الأمر عدة سنوات لأنه للأسف الشديد المكون الرئيسي للحركة الوطنية إن كانت الجبهة الشعبية أو الفتح خصوصا ما كانش فيه هناك إيمان بالمؤسسات السياسية هذه لحظة لاحقة وعندما خصوصا أصبح لسيد ماجد أبو شرار الذي كان لديه فهم في موضوع المؤسسات الشهيد ماجد أبو شرار ولذلك بداية المنظمات الجماهيرية المرتبطة بالأحزاب هو فقط منذ عام في نهاية الثمانية وسبعين والتسعة وسبعين وخصوصا خلينا نقول لجان العمل النسائي ولجان المرأة وحركات الشبيبة وإلى آخره طبعا أنت بتلاحظ هنا أنه إحنا مرات يعني بتدخل أشياء هي ليست بالذات منظمات دعم وتطوير اجتماعي وإنما منظمات سياسية لكنه كان منذ البداية لها دور سياسي رئيسي وأخص أعيد وأكرر دور السيدة سميحة خليل رئيسة جمعية عاش الأسرة في البيرة والتي لعب دور سياسي مهم جدا وهنا أود أن أشير أن هذه المرأة رفضت بإصرار أن تقبل أي مساعدة من الشؤون الاجتماعية من يعني خلينا نقول الحكم العسكري أو الإدارة المدنية رغم محاولاتهم خلينا نقول مساعدة هذه الجمعية وبالتالي التأثير عليها سياسيا كما رفضت حتى أن تستقبل أو حتى تتمول من قبل قنصليات أو من قبل دول أجنبية لذلك ظلت هذه الأجندة على ذكر هذا الموقف كيف تبدو يعني العلاقة الآن بين هذه المنظمات والسلطة الفلسطينية يعني هل هي علاقة تكامل علاقة تنافس هو حتى قبل السلطة يعني هو حتى قبل السلطة الأهم أن هذه المنظمات في البداية يعني الأحزاب لما بدأت تؤمن في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانيات بقيام خلينا نقول مؤسسات لمساعدتها ولكن ما حصل أنه في بعض الأحيان المؤسسة تغلبت على الحزب أو خلينا نقول الذي كان مسؤولا عن هذه المؤسسة نأى بها عن الحزب وأصبحت تمثل خلينا نقول مصالح المجموعة المرتبطة فيه أنا بحكي عن بعض هذه المؤسسة ولهذا أسألك عن موضوع التمويل يعني حينما هذه المؤسسات تنأى بنفسها عن الحزب من أين لها بالتمويل هي نأت عن الحزب وهي استنزفت الحزب مش بس هي نأت عن الحزب يعني هي للأسف شديد وخاصة في التنظيمات اليسارية لأن التنظيمات اليسارية بالذات هم بالأساس كانوا الأكثر ثقافي خلينا نقول وهؤلاء الناس يعني خلينا نقول جفت جزء كبير من طاقات هذه الأحزاب وخلينا نقول انتفخت وتضخمت هذه المنظمات على حساب الحزب إذن في مشكلة من ناحية يعني خلينا نقول الثنائية انه انت بتدعام الحزب بس في نفس الوقت انت بتضعف الحزب من ناحية أخرى وهناك المشكلة مع السلطة السلطة لما أجد طبعا السلطة محتاجة إلى موارد وهي نظرت وبحق يعني نظرت إلى أنه دعم الدول الأجنبية أو زي الاتحاد الأوروبي أو دول زي ألمانيا فرنسا إيطاليا النورويج كندا لهذه المنظمات كشيء بفتت خلينا نقول مالية أو خلينا نقول صندوق السلطة ويؤدي إلى تشضي هذه الجهود ولذلك في البداية العلاقة كانت مشوشة وكانت حتى أخذت طابع حاد ما بين السلطة وما بين هذه المنظمات وحتى في البداية هناك مقال أذكر دينيس سوليفان بعام 96 في الجورنال في باليستاين ستاديز اللي هو يعني أشار يمكن العودة إليه أشار إلى هذا التوتر وكيف حتى أجهزة الأمن أحيانا تمارس ضغوط على بعض يعني أصحاب هاي المنظمات من أجل خلينا نقول من أجل بديش أقول تخويف بس من أجل فنيهم عن الاستمرار في جهودهم وكانت تتم هناك استدعاءات لمقر الأجهزة الأمنية وإلى آخر ولكن فيه لاحقا تحسن الوضع يعني اليوم الوضع دكتور بالنسبة للتمويل بالنسبة للتمويل دائما حينما يذكر التمويل في أي مجال دائما ما يربط بشروط لربما من الجهات المانحة أو المنولة هل هكذا هو الأمر بالنسبة لتمويل الجهات سواء الأوروبية أو الكندية أو حتى ربما بعض الجهات العربية لهذه المنظمات هل هناك شروط ما تضعها قبل التمويل وإلى أي حد هذا الأمر يؤثر على عمل هذه المنظمات بالتأكيد يؤثر يعني هناك يعني أجيب مثل من التراث الشعبي الفلسطيني والذي أعتقد أيضا موجود في أي تراث عربي إطعم تم تستحي العين يعني أنت بتمول وبالتالي الشخص بيفقد جزء من إراثته السياسية هنا أريد في الواقع أن أفرق ما بين التمويل العربي وما بين التمويل الأجنبي التمويل العربي حتى لو كانت للدول خلينا نقول مثل قطر أو يعني خلينا نقول هناك طموحات سياسية ولكن هذا يتم في إطار الأجندة الوطنية الفلسطينية لا يتم يعني الأجندة القطرية أو الأجندة السعودية في النهاية هي متمسكة بعروبة القدس متمسكة بعروبة فلسطين متمسكة يعني ولذلك لا أعتقد أن هناك خطر من التمويل العربي بالعكس بالزبط بالنسبة للتمويل الغربي لا خطر التمويل الغربي هنا هنا المشكلة وأنا في رأيي وأحد معالجة أوجه الخلل طبعا سنعالج الموضوع هذا لاحقا ولكن أحد أوجه الخلل خلينا نقول زيادة حصة الدعم العربي على حصة الدعم الأجنبي كل هذه الدول هي منطلقة من بالأساس يعني مصلحة إسرائيل هي الأساس هي تحاول مساعدة لا شك أنه لديها أسباب إنسانية أحيانا ولكن في نهاية الأمر مصلحة إسرائيل هي الأول والأساس هناك جدل خصوصا من دكتور حتى نستغل وجودك معنا والوقت هناك جدل في الوقت الراهن حول يعني في الصحة الفلسطينية حول هذا التمويل تمويل هذه المنظمات ويتهم بعضها بالفساد المالي والإداري وأيضا بالتشكيك أيضا في أجندتها الوطنية ما مدى وقعية وجدية هذه الاتهامات هل لدي هذه الاتهامات ما يسندها يعني هو بدون أدنى شك أنه هذا التكاثر الهائل للمنظمات غير الحكومية هو يعبر عن زيادة الاعتماد على الغرب وأيضا هو أحد أدوات توسعه وهيمنته على المنطقة العربية وخلينا نقول في بعض الأحيان الأجندات المفروضة طبعا أحيانا غير علنية يعني ذكر التقرير أنه في بعض الأحيان يطلب منهم التوقيع على بعض الأشياء ولكن بالنهاية يعني أنا بذكر أنه إحنا في جامعة برزيت كان في عندنا برنامج والبرنامج هذا يعني خلينا نقول كمان فيه واضح أنه مطلوب شخص معين مثلا يعني ولذلك هناك ارتباط بالأجندة وأيضا فيه مشكلة أنه وتشفض الموارد وزي ما قلت الاستنزاف الخطير للأحزاب السياسي سؤالي كان عن الفساد هناك من يتهم هذه المنظمات بأنها تحولت إلى ما يمكن وصفه بدكاكين لا يجب وضع الجميع طبعا هي حتى يعني هي كلمة دكاكين يعني أساسا مرتبطة بظاهرة الأنجزة أو الانجو آيزيش يعني أوكي ويعني حتى أنت قد تستغرب أخي أنه كلمة أنجي أو يعني أصبح حتى طفل صغير في المخيم يعني هو بيعرف فيها يعني القصة أنه عملة نظام حتى قيم في داخل المجتمع الفلسطيني الآن لا يجب بمعنى بمعنى هنا لا يجب وضع لا يجب وضع كل شي في نفس السلة هناك منظمات حكومية فعالة وتتسم بالنزاهة وهناك منظمات يعني خصوصا فيما يتعلق برواتب المدراء والمسؤولين فيها الحقيقة أرقام يعني كبيرة جدا ولذلك إحنا في جامعة بيرزيت نواجه مشكلة كبيرة جدا شكرا لك راتب الأستاذ للفول بروف نعم دكتور انتهى الوقت أشكرك دكتور صالح عبدالجوهد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت من رمال شكرا جزيلا لك بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الواقع العربي نرحب بتعليقاتكم على صفحات البرنامج على موقعي فيسبوك وتويتر نتقي بإذن الله في حلقة جزيلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة